موسيقى مساء الخير من أصل 515 مريضاً بالسرطان سمحت السلطات التركية ل159 مريضاً بالدخول لأراضيها وعلى الباقين انتظار دورهم الذي ربما يطول لأشهر تماشياً مع إغلاق الجانب التركي جميع منافذه لمواجهة فيروس كورونا وهو ما أثار المخاوف من تفاقم الأوضاع الصحية لباقي الحالات التي ليس مرضى السرطات سوى جزء منها قبل فترة توفي الطفلة المريضة في إدلب بعد عجز المشاف الميدانية عن معالجتها وتعثر دخولها إلى تركيا ولم تنجح بقية الحالات في الدخول إلا بعد حملتنا إعلامية واسعة كانت أورياند قد بادرت بتسليط الضوء عليها فيدخلوا خمسة مرضى يومياً إلى تركيا لا يعني حل المشكلة فهناك حالات يكون عامل الوقت فيها حاسماً وفي تحديد مصيرها اليوم ومع تدني الخدمات الطبية في الشمال المحرر وتراجع انتشار كورونا في تركيا هل تستجب أنقرة لتلك الحالات الطريقة؟ وما هو دور هيئة المعارضة في تركيا لتسريع التعامل المناسب مع هذه المسألة؟ ونتساءل أيضاً أين هي منظمة الصحة العالمية عن واقع الخدمات الطبية المتدنية في شمال السوري؟ الخدمات الطبية والتي دمرت غالبية مراكزها نيران الاحتلال الروسي وميليشيا أسد؟ ولماذا لا تدعم أجهة الدولية القطاع الصحي شمالاً بما يتناسب مع الحالات الطارئة والتعامل مع أربعة ملايين سوري يواجهون نيران القصف ومخطر كورونا والأمراض المستعصية وأمام كل هذه العقبات ما هي خيارات المرضى المنتظرين دخولهم إلى تركيا لاستكمال العلاج؟ حلقة جديدة من هنا سوريا أهلاً بكم أهلاً بكم مجدداً أطلق سوريون نداءات استغاثة لتسهيل عملية دخول مرضى الحالات الحرجة إلى المشافي التركية مشيرين إلى أن إدخال خمس حالاتنا يومياً لا يقوم بحل المشكلة ويتزامن ذلك مع تفاقم الوضع الصحي لحالات كثيرة بحسب نشطين نتابع المادة التالية ونعود للحديث العشرات من حالات مرضى السرطان وباقي الأمراض منتشرة في محافظة إدلب بلغ عدد مرضى السرطان أكثر من 400 مصاب وباقي الأمراض أكثر من 1500 مصاب وكلهم بحاجة الدخول إلى الأراضي التركية لتلقي العلاج هذه الطفلة واحدة من المصابين بمرض السرطان أو كتلة سرطانية على الرئة يبلغ عمره حوالي 80 أشهر كان من المفترض أن تدخل إلى الأراضي التركية لتلقي العلاج ولكن إغلاق الجانب التركي لمعبر باب الهواء حالة دون ذلك وبقيت تعاني الآلام والخطر في المناطق المحررة بعد الصور والتحاليل أنه طلع فيه كتلة على الرئة حاولونا على عياذات باب الهواء على الدكتور في رأس حاج عبد الله عملت طبق المحوري وطلع بالطبق المحوري أنه معاه كتلة سرطانية على الرئة وحاولونا على تركيا والبنت كل يوم عبتضعف عرفتالي وأشمع عبتاك عبتراجع الدواء ما بتاخد دواء نهائيا وحاولونا على تركيا رحنا على تركيا على المعبر عملونا التحويلية أجا سكروا المعبر والبنت كل يوم حالة تعب السوق يعني من ناشد نحن الحكومة التركية أنه يدخله الطفلة يتعالج فجأنا بعادة إغلاق المعبر أمام الحالات المرضية مع ظهور أول حالة لفيروس كورونا في الأراضي المحرارة المعبر حتى الآن مغلق أمام الحالات المرضية لدينا حاليا ما يقارب 400 مريض سرطان ينتظرون دورهم للدخول إلى المشافة تركية خلال فترة الاستئناف خلال الشهر السادس استطعنا إدخال ما يقارب 160 مريض سرطان إلى الأراضي التركية أما الآن لدينا ما يزيد عن 400 مريض سرطان إضافة إلى ما يقارب 1000 إلى 1500 حالة من الأمراض الأخرى معظمهم من الأمراض القلبية إذا رجع فتح المعبر خمس حالات هذا سيسبب مشكلة كبيرة بالنسبة لمرضى السرطان والقلبية خصوصا حيث أنه خمس حالات لأبر 400 مريض تسبب تراكم لمرضى على جدول الدور لفترات طويلة يعني ما يزيد عن فترة شهرين انتظار حتى يستطيع المريض الدخول إلى أراضي التركية وهذا طبعا يأثر على صحة المريض وعلى وضعه الصحي أكيد وضعه الصحي يدهور خلال هذه الفترة إغلاق الجانب التركي لمعبر باب الهوى الحدودي زاد من معاناة المرضى في محافظة إدلب حيث بات أكثر من 400 مريض بالسرطان يعانون نتيجة هذا الإغلاق ومحرومون من الدخول إلى داخل الأراضي التركية لتلقي العلاج فضلا عن وجود أكثر من 1500 حالة أخرى من باقي الأمراض منها القلبية والكبد والكلة وغيرها من هذه الأمراض يبقى المرضى في محافظة إدلب بانتظار فتح المعبر أمامهم للدخول إلى تركيا لتلقي العلاج داخل الأراضي التركية حمد الفيصل أورينت نيوز معبر باب الهوى الحدودي شمال إدلب وللحديث عن ما يجري في معبر باب الهوى بخصوص الحالات الطبية ينضم إلينا مازن علوش مدير العلاقات والإعلام في معبر باب الهوى كما ينضم إلينا أيضا المحلل السياسي جيوات جوك معنا من إسطنبول مساء الخير وأهلا بكما أستاذ مازن دعني أبدأ معك ما هي أعداد الحالات التي اليوم بانتظار فتح المعبر والدخول إلى تركيا لتلقي العلاج وأيضا الحالات المرضية ما هي الأنواع نحن بداية نتشكر قناة أورينت على تغطيتها لهذا الأمر بالفترة الماضية وبصراحة هو أمر بيهم كثير الناس في الداخل كون النظام الصحي في المناطق المحررة جدا تعبان بالنسبة للمكتب التنسيق الطبيعي عن المعبر باب الهوى قبل أزمة كورونا في تركيا كان الجانب التركي مشكورا يسمح بدخول 30 مريض حالة باردة بشكل يومي إلى تركيا بإضافة إلى 10 إلى 13 حالة ساخنة إسعافية طبعا الحالات الباردة تجي معظمها تكون حالات سرطان حالات قلبية وعصبية نعم بداية الأولوية لمرضى السرطان ثم القلبية ثم العصبية وأيضا إذا كان هناك في مجال عن نعم كان ندخل حالات تركيب أطراف وبإضافة إلى حالات الكبد وغيرها طب كيف يتم التنسيق لإدخال هذه الحالات أستاذ مازين يعني شو هي الأوراق المطلوبة عادة ما قبل كورونا واليوم يعني مع أغلاق المعبر شو هي الأوراق اللي بتنطلب ليتم عبور المرضى طبعا تم إيقاف دخول المرضى إلى تركيا من بداية عندما تم إغلاق المعبر لم يسمح الجانب التركي بدخول الحالات الباردة حتى لتاريخ 15-6 عندما تم إعادة فتاح المعبر من 15-6 إلى 10-7 الجانب التركي سمح بدخول حالات باردة مرضى السرطان فقط لم يعد يسمح بدخول حالات قلبية وتركيب أطراف أو كبد أو غيرها عندنا فقط مرضى السرطان في خلال هذه الفترة خلال فترة 25 يوم دخل عندنا حوالي 160 مريض سرطان وفي عندنا حاليا 400 مريض مسجلين أخذين إحالة ونطرين دورهم عدا عن عشرات المرضى اللي لسه نطرين عيادات الخارجية مش فابل هو تفتح كمان مشان يرجعوا ياخدوا إحالة للدخول إلى تركيا فهنا نحكي هنا على مرضى السرطان فقط نعم طيب هل عندك أعداد المرضى الآخرين لأيضا حالتهم تستوجب العلاج في تركيا مثل ما ذكرت حضرتك أنه المرضى أمراض القلبية الكبد الكلا وتركيب الأطراف يعني العدد الكامل هل لديكم قوائم بالانتظار تنتظر فتح المعبر بشكل كامل قوائم بالعدد ما ما في لأنه العيادات نحن العيادات الخارجية مش فابل هو تستقبل فقط مرضى السرطان تعطيوني حالة نعم لكن يعني ممكن نقارن شي بالعام الماضي يعني عندنا في عام 2019 دخل عندنا 6000 مريض حالة باردة لتركيا 2000 منهم كان 2014 حالة مرضى سرطان و2000 حالة مرضى قلبية و500 حالة عصبية وبالإضافة ل 1500 حالة كانت لأمراض مختلفة نعم الثاني الأمراض كانت لسرطان وثم قلبية بمعدد شهري كان يدخل عندنا تقريباً 170 لـ 200 مريض سرطان بالإضافة لـ 200 مريض قلبية هذا كان يدخله بشكل شهري نعم يعني بالنسبة لأعداد السنة الماضية 2019 ذكرت حضرتك أستاذ مازين 6000 حالة من معبر باب الهوالي الحالات الباردة كما تسمى أمراض السرطان والقلبية ومائلات دفن خليني نسأل بالحديث أستاذ مازين لأستاذ جيواد جوك بداية ما سالخير أستاذ جيواد اليوم يعني مرضى الحالات الباردة واللي من الممكن أنه يكون الوقت يعني يساهم بشكل خطير في حالتهم ينتظرون الدخول عبر معبر باب الهوى لتلقي العلاج على الأراضي التركية برأيك إلى متى سيبقى يعني تقييد الدخول للحالات المرضية عبر معبر باب الهوى تحية لك ولضيفكم ولمشاهدين الكرام أولا يعني في الآونة الأخيرة قد نحس أن الحكومة التركية لا تؤدي وظيفتها كما كانت سابقا بالنتيجة هذه حالة صحية وحالة إنسانية يعني بلا أن نتكلم حول الأوضاء السياسية في المنطقة بشكل عام على الحكومة التركية أن تقبل هؤلاء بالنتيجة مستعجل في العلاج وغير ذلك الوضع مأسافي جدا في سوريا يعني اقتصاديا وصحيا وبناء التحتية الحكومة التركية يعني وسائل الإعلامة الذي دائما أتابعها يقولون سوريون يرجعون إلى وطنهم يعني مثلا خلال أسبوعين قد رجع ستمائة سوري إلى وطني ستمائة عائلة أو فرد طيب يعني هل هناك ردة فعل من جهة حتى أغلقتم الباب الحدودية بالنتيجة حالة الطوارئ الآن بالنسبة إلى جائحة كورونا أو غير ذلك ولا اعتراض أبدا من الداخل التركي من المواطنين أو غير لأنه نعيش حالة استثنائية لتحديد أكثر أنت ترى أنه اليوم الحكومة التركية لا تؤدي واجبها الإنساني كما يترتب عليها كدولة جارة بالنسبة للشمال السوري وهي المتنفس الوحيد ما هي الأسباب التي برأيك اليوم التركية لا تقوم بواجبها الإنساني كما يجب أمام السوريين هل ترى بأنها يعني لإرضاء الشارع التركي الداخلي أم لها غايات أخرى لا أظن ذلك أنه لإقناع المواطنين بالنتجة المواطن تعود على التعايش السلمي مع السوريين بشكل عام في تركيا لكنه يعني سياسيا رأيت التركيز على ليبيا الآن يعني كأنه لا يهتم بما يجري في سوريا بصراحة أتكلم عبر قناتكم الكريمة على الحكومة التركية أقل الأمر أنه عندما تدعي أنها حامية للسوريين وقضية السورية والثورة السورية وغير ذلك عليهم أن يهتموا بالنتجة هذه قضية إنسانية قبل كل شيء وأنت عندما تدعي للدول الأوروبية يعني لو تبقى بهذا الشكل لا فرق بينك وبين الدول الأوروبية بالنسبة إلى عدم الاهتمام إلى السوريين بصراحة أستاذ مازين هل ترى بأنه هناك حالة من التباطؤ بتسيير الأوراق لعبور المرضى من الجانب التركي؟ كيف تصلكم التعليمات لإدخال المرضى؟ وبصراحة بعد أثبت كورونا صار في تخبط كثير بالقرارات عند الجانب التركي وطبعا فيه جلسات دائمة بيننا وبينهم لتزليل العقوات بداية الجانب التركي لما تم إعادة فتح المعور سمح بالطبعا بدخول للحالات الإصافية فقط كان يدخل عندنا خمس حالات بعد فترة سمح بحالات باردي صار يدخل عندنا خمس حالات مرضى سرطان بعد عدة جلسات تم رفع العدد لعشر مرضى سرطان طبعا معادي يوم السبب لحد ما يدخل مرضى آخر جلسة بيننا وبينهم كانت يوم الخميس الماضي بعد صد ورد وصلنا أنه رفعوا العدد للخمستاش حالي الحقيقة العصر لما صرنا المساء تم اكتشاف أول حالة كورونا في المناطق محرارة في مشوى الحواف فمباشرة أبلغونا أنه اعتباره من بكرة الصبح ما بقى في ولا حالي باردي فنحن يعني فقط للتوضيح أستاذ مازين اليوم بعد إعلان الإصابات في الشمال السوري لا يسمح مطلقا بدخول الحالات التي هي بحاجة لعلاج على الأراضي التركية كانت من حالات العلاج الكيماوي بسرطان أو القلبية أو الكبد أو حتى الحالات الإسعافية لا لا الحالات الإسعافية الأخوة الجانب التركي مشكورين ما أوقفوها نهائيا طول الفترة الماضية عبتم إدخالها بشكل على مدار الساعة لكن الموضوعنا الأساسي هو الحالات الباردة وهي مشكة كبيرة كثير للناس في الداخل كون ما في عنا نحن بالداخل أدوية لمرضى السرطان وبالنسبة للمرضى القلبية التكلفة العلاج في الداخل السوري جدا بائزة يعني أضرب لك مثال إذا تروحها مشفى بالمواطق المحررة عملية شوكية قلبية تكلف 1800 دولار المواطن عندنا الله يكون بعونه يعني خبز معه يعرف كيدا يدبر أموره فكيف بده يدفع على أجار عملية 1800 دولار و3000 دولار و3000 دولار فكانت هذه العمليات كلها كانت تدخل على الجانب التركي مشكورين الله زيون الخير عندنا السنة الماضية 10 ألف مريض دخلوا على تركيا 4000 حالة ساخنة و6000 حالة باردة تم علاجهم وكلهم ورجعوا على سودي للتوضيح أستاذ مازن هذه الحالات دخلت للعلاج على المشافية الحكومية التركية أم أنه يعبر جمعيات تولت علاجها كيف تم التعامل بموضوع النفاقات الطبية كل المرضى اللي يدخلوا الجانب التركي بيستقبلهم من عندنا طبعا بعد ما ننظمهم بجداول ونعطيهم أدوار فكل مريض بيجي بالدور اليوم المحدد له الجانب التركي بيستقبلهم من البوابة ومن ثم بنقلهم لمشفى ريحانية ومن هناك بيتم نقلهم للمشافي سواء الفنطاكيا أو اسكندرون أو غيرها طبعا بعد ما يستخرجوا لهم كمارك على الحدود المريض بيروح بيتعالج عن طريق الكيملك بيتعالج بلاش بأي مشفى دولي أما إذا كان هناك مرضى حالتهم مادية تسمح لهم فبيقدروا يروح على مشفى خاص يتعالجوا يعني إحنا ما نحكي عن الحالات اللي هي قادرة على تحمل تكاليف العلاج لأنه من الممكن أن تقدر تتحمله حتى في الشمال السوري ولكن الغير قادرين يعني الأسر التي لا تستطيع تحمل هذه النفقات أستاذ جواد فقط سأعود إليك في هذه النقطة أستاذ جواد يعني اليوم تركيا تتحمل نفقات علاج بعض السوريين الذين يستطيعون الوصول إلى تركيا للعلاج ما هو دور المنظمات الدولية برأيك مثلا منظمة الصحة العالمية لا أطباء بلا حدود هل تركوا تركيا وحيدة أم يعني يقوموا بدورهم أيضا الحكومة التركية ليست راضية عن أداء منظمات الصحة الدولية العالمية مثل ما تفضلت لكن هنا مجتمع المدني منظمات المجتمع المدني يعني اهتموا بالموضوع جدا واشتغلوا سابقا لحد الآن بشكل جيد جدا يعني أنا رأيت مثلا الأماكن الخاصة للعلاج للسوريين مثلا في منطقة باغجلار في إستنبول التي أنا أسكن فيها رأيت أماكن خاصة للسوريين فقط يعني مثل هذه الأمور موجودة لكن بشكل عام بالنسبة إلى المرضى الجدد يعني هناك كما قال ضيفكم الكريم أنه بعد جائحة كورونا صارت كل الأعمال صارت بطيئة في تركيا يعني دولة تركيا صارت بطيئة في العمل في التوقيع القرارات بالنسبة إلينا حتى داخل تركيا كمواطنين أو المؤسسات ولهذا السبب يعني أتمنى أن تكون هذه الحالة حالة مؤقتة وإلا سوف تكون كارثة إنسانية بالنتيجة هؤلاء ضيوف لا زالت ضيوف كرام وعلى الحكومة التركية أن تستمر في طيب أستاذ جيوات فقط للتوضيح هل ترى أنه التعامل يختلف من ولاية تركيا لولاية أخرى يعني هل ترى أنه مثلا والي هتايب أبطأ من والي مناطق أخرى من أنه السياق العام لجائحة كورونا وما يجري اليوم حول العالم هو السبب الرئيس طبعا يعني بشكل عام الحكومة التركية يعني دائما تهتم وتؤكد على ضرورة المساعدة وأن لا يكون السوريون من الدرجة الثانية والثالثة بالنسبة إلى المواطنين الأتراك حقيقة الأمر أن هذا الأمر واضح لكن بسبب كورونا شيئا ما قد صارت عرقلة في تركيا في أمور البيروقراطية وغير ذلك وأيضا طبعا مناطق تختلف طبعا بالنتجة هناك مدن سكان السوريين بكثافة ممكن التعامل معهم تختلف عن بعض المدن الأخرى لكن بشكل عام أمر من شخص الرئيس أردوغان للاهتمام بالسوريين لكن نريد أن تكون هذه عمليا بالنسيجة هناك عندما نسمع أنه في وراء الحدود السورية التركية هناك مرضى مستعجلين حالاتهم على الحكومة التركية أن تهتم أكثر طبعا نعم أستاذ مازين اليوم يعني برأيك وكمتابع للحالات المرضية الموجودة في الشمال السوري عن طريق مكتب التنسيق الطبي في معبر باب الهوى واطلاعكم على الأعداد هل ترى أنه من الممكن إيجاد حلول داخل الأراضي السورية في شمال السوري هل ترى أنه من الممكن يعني إيجاد معدى طبية لمعالجتهم ويتم التقصير بهذا الصدد طبعا طبعا معظم مرضى السرطان ما معظم كل مرضى السرطان عندنا مثلا عندنا 2000 مريض بالسنة يدخل لتركيا يدخل المريض يأخذ جرعة ويأتي إلى سوريا ومن ثم بعد ست أشهر يعاود الدخول مرة أخرى لأخذ هذه الجرعة أو كان بالعلاج بالأشعة وغيرها فمن الطبيعي إذا توفرت هذه التوفر العلاج سواء عندنا في منطقة إدلب أو في منطقة درع الفراط أو وصل الزيتون فبتأكيد المريض العلاج عنده بالداخل أهول عليه بالكثير من السفر إلى تركيا في عندنا أمر مهم جدا يعني أنستي كريمي المريض عندنا الذي يدخل إلى تركيا للعلاج لا يدخل معه مرافق أبدا مهما كان وضعه فقط للمرافق مسموح للأطفال ما دونت من سنوات يعني أي شخص زوجته مصابة بمرضى سرطان أو غيره أو ابنته أو أبوه يدخل لوحده تحت أي ظرف كان حتى لو كان المريض على النقالة فالكثير من الناس يعزفون عن الزهاب والعلاج في تركيا بسبب ليس لديهم أحد هناك وليس بإمكانهم إرسال زوجاتهم أو بناتهم أو أبائهم إلى تركيا في حال كانت العلاج متوفر بالداخل أنا متأكد لن يذهب أي شخص طيب من وجهة نظرك أستاذ مازن ما الذي يمنع من توفير العلاج في الشمال السوري في الداخل إن كان في مناطق درع الفورات أو حتى في إدلب وريفها والله ما عندي جواب لهذا السؤال في عندنا عشرات منظمات الطبية لكن فيه تقشير كتير كبير في الداخل في النظام الصحي عندنا جدا تعبان في الداخل في كل مناطق من مناطق درع الفورات وغصن زيتون وصولا إلى أدلب لماذا لا يتم الوصول إلى حل هؤلاء المرضى الأعلى حتى مرضى القلبية تكلفة العلاج جدا باهزة المرضى يضطرون للذهاب إلى المشافي الخاصة التي أسعارها خيالية جدا المريض يدخل إلى المشفى الخاص خلال يوم واحد تبلغ قيمة الفاتورة 300-400 دولار وهو بالشهر كله يعمل 30 يوم حتى يحصل على أقل من 100 دولار فالمواطن واقع بين نورين إما المشافي العامة التي لا يوجد فيها خدمات حقيقية تهم المواطن أو الذهاب إلى المشافي الخاصة في الداخل السوري والاكتباء بين نور بالغرق طيب أستاذ مازن هذه نقاط شكرا لأنك وضحتنا إياها ولكن اليوم من يتابع هذه الحلقة ومن يتابع هذا الملف المرضى المنتظرين للدخول إلى الأراضي السورية؟ حضرتك كمدير العلاقات والإعلام في معبر باب الهوى شو بتخبرهم؟ أنه المشكلة من عندكم؟ المشكلة من الجانب التركي؟ طيب إذا تم فتح المعبر لدخول هذه الحالات هل أنتم قادرين على إدخال أعداد أكبر إذا سمحت تركيا بهذه الطريقة؟ يعني شو بتخبرهم تحديدا؟ أنستي الكريمة نحن على استعداد تام لتسهيل يعني إذا الجانب التركي يسمح أن يدخل كل يوم يتم مريض نحن عندنا الحمد لله كوادر وبنية تحتيف المعبر قادرة على حل أي ملف لكن العائق هو الوحيد هو القرار من الجانب التركي ليس من الجانب السوري بهذا الملف نعم أستاذ جواد بما أن الحل عند الجانب التركي أستاذ جواد سأنقل لك سؤال اليوم من هي الجهات التي يجب أن يتم التعامل معها لتسريع دخول وفتح معبر باب الهواء وخصوصا للحالات الطبية التي حتى ولو كانت تعتبر باردة ولكن عامل الوقت فيها هو عامل أساسي جدا طبعا بالنتيجة هناك دائما تشاور بين المقامات التركية ومقامات المعارضة السورية هنا في تركيا عسكريا أو سياسيا طبعا نحن أيضا علينا أن نؤكد على الموضوع في وسائل الإعلام التركي في شاشات القنوات التركية كمحللين ومراقبين الأوضاع لكن بشكل عام كأن الموضوع بحاجة إلى تأكيد وأمر جديد من الرئاسة التركية مرة أخرى لأنه في كل مرة كنا نرى أن الرئيس أردوغان كان يتحرك لمساعدة السوريين في مثل هذه المشاكل طب هل ترى أن الجهات السورية المعارضة تقوم بواجبة الهيئات المدوجدة اليوم لها مكاتب في تركيا تقوم بواجبة تجاه السوريين بشكل يعني لائق طبعا يعني هم ما أدري أنه في أنقرة دائما تنسيق بين وتواصل بين الحكومة التركية خاصة بالنسبة لهذه الحالات وزارة الداخلية والخارجية مع قيادات السوريين هنا موجودة لكن كما قلت المشكلة تركيز الحكومة التركية في الآفنة الأخيرة إلى ليبيا أكثر ولهذا السبب على القياديين وممثلين السوريين أن يتحركوا هنا في العاصمة أكثر شكرا جزيلا لك المحللة السياسي جيوات جوك كنت معنا من إسطنبول أشكر أيضا الأستاذ مازن علوش مدير العلاقات والإعلام في معبر باب الهوى نتمنى طبعا دخول جميع المرضى المنتظرين في شمال سوريا إلى الأراضي التركية لتلقي العلاج اللازم بأسرع وقت بهذا ومشاهدين نصل إلى ختام هذه الحلقة بأمان الله اشتركوا في القناة